اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويجب عليه إدباع القانون أمام الله وأمام القسم وأمام فخام الرئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة وقال أن نجاح مهمة المفتشية العامة للدولة تقاو على عاتقه وأضاف أيضا أن المفتش العام للدولة يجب عليه التحلي بالمصداقية وأن يحافظ على أسرار الدولة وأن يكون رجل قانون ورجل مثالي ويضيف المدعي العام للجمهورية بأنه جرت العادة بأن تقرأ السيرة الزاتية للمفتش العام للدولة سيد أحمد محمد زجلو ولكن نسبة لديق الوقت لم نستطع بأن نقرأ سيرته الزاتية ولكنه الرجل المناسب الذي يتحلى بكل الصفات القيادية لهذا المنصب وبعد قراءة القوانين المتعلقة بأداء القسم من قبل المدعي العام للجمهورية طلب رئيس المحكمة العليا من سيد أحمد محمد زجلو المفتش العام للدولة بأن يقوم بالمثول أمام هيئة المحلفين وأمام أعضاء المحكمة العليا بأن يؤدي القسم وهو قسم فريد من نوعه لم يكن دستوريا ولكنه قسم أمام الله وأمام الشعب الشادي وأمام فخم الرئيس الجمهورية إدريس ديبيد نو وأمام العالم أجمع أنا أحمد محمد زجلو أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن أكون مخلصا في عملي وألا أخون الوطن ولا الشعب وألا أختلص المال العام وألا أبوح بسر من أسرار الدولة وأنا التزم بالميساق الأخلاقي ومن الجدير بالذكر أن المفتشية العامة للدولة هي جهاز تطهير ومحاربة مختلصي أموال الدولة والمام العام والتابعة لرئاسة الجمهورية هذا وحضر المناسبة كل من وزير الدولة الوزير الآمين العام لرئاسة الجمهورية سيد كالزيبي بايمي دوبي ونائبه الوزير الآمين العام النائب لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد النظيف يوسف وسيدة بناتا تشالسو مديرة المكتب المدني رئيس الجمهورية وسيد إبراهيم محمد جمال الدين مدير المكتب المدني النائب رئيس الجمهورية وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية